السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا ومرحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفس اليوم بدن الله إن شاء الله سنستكمل درسنا في الحصة الماضية وأيضا بدن الله نوظيف بعض المعلومات المهمة لكن قبلها سناخذ مراجعة بسيطة على درسنا في الحصة الماضية تكلمنا الحصة الماضية عن مهارة مهمة وهي الوقوف الصحيح كيف نبدأ نوقف بالطريقة الصحيحة وبعدها بدن الله ننتقل يتمرن اليوم تمرين بسيطة وسهلة وبعدها ننتقل إلى درسنا اليوم طريقة المشي الصحيح بدن الله وأخيرا سناخذ مراجعة بسيطة على درسنا اليوم ننتقل مع بعض الآن إلى مراجعة بسيطة على درسنا في الحصة الماضية تكلمنا عن أولا الوقوف الصحيح وتشمل موصفات الأداء الصحيح للوقوف ما يلي أولا يكون تقل الجسم بين القدمين موزع عليها بالتساوي دائما أثناء الوقوف يكون تقل الجسمي موزع على القدم اليمين وأيضا القدم اليسار ثانيا الرأس مرفوعة والنظر للأمام موزقا للداخل نحرص دائما يكون نظرنا إلى الأمام ثالثا الكتفان منخفضان مع تقارب اللوحين والذراعين بجانب الجسم دون تصلب مع موادة الكفين للداخل شهدنا الآن بجانب الجسم وراحة اليد تشير إلى داخل الجسم وأيضا رابعا الجذع الامتداد هو عامودي على الحض ما ذكرنا لابد يكون منطقة الظهر والجذع يكون عامودي ومستقيم على منطقة الحض خامسا الفخدان المتلاسقان والركبة مفرودة ما تلاسق القدمين المشطين والكعبين بالتحديد بدون تصلب شهدنا الآن تكون الفخدان متلاسقة وأيضا القدمين تكون متلاسقة والجسم بأكمل يكون بدون تصلب والآن ننتقل تمرين اليوم تمرين بسيط وسهل بإذن الله نبيل الجميع الآن يكون جاهز ومستعدة تمريننا اليوم الجميع الآن يكون واقف ولابس الزير رياضي وأيضا نختار المكان المناسب عندنا التمرين الأول المشي بمكان بسعر خفيفة وبعدها ننتقل إلى سرعة متوسطة في المكان الجميع جاهز نقف الصحيح مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشر استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ثمانية ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين الثاني وقوف الدراعين للأعلى والنزول والنزول ولمس باطن القدم ممتازين والرجوع مرة أخرى إلى وضع البداية ومنتقال إلى الجهة الأخرى وأيضا لمس باطن القدم والقدم الأخرى تكون مفرودة بعد الرجوع أيضا إلى وضع البداية الجميع جاهز مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة سبعة ممتازين ثمانية تسعة عشرة استمر الجل ثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين ثالث وقوف الذرعين في الوسط ومتازين أبطال ناخذ خطوة إلى الأمام بشكل جدا بسيط ثم الرجوع إلى وضع البداية ثم القدم الأخرى أيضا ثانية بشكل جدا بسيط أو الطعن الأمامي وبعدها الرجوع إلى وضع البداية الجمع جهز مع بعض تمرين ابتدي واحد جمعنا ممتازين ثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر واحد اثنين 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 ثلاثة أربعة خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر الجول الأخيرة واحد اثنين اثنين نظر يكونوا إلى ما ممتازين ثلاثة أربعة خمسة أبطال ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ريح مع بعض في المكان ما أخذ الشيق الزفير مع بعض قف الصحيح بشكل جدا بسيط مرة ثانية أخير تسعين الطال انتقل الآن ونتعرف على درسنا اليوم يبني نحن تكلم عن المشي المتزن على خط مستقيم في البداية مثل ما ذكرنا يتم المشي المتزن على خط مستقيم مرسوم على الأرض بطول عشرة متل وعرض خمسة سانتي بخطوات ثابتة يكون خطواتنا ثابتة مثل ما ذكرنا من البداية حتى نهاية الخط وأيضا نتكلم عن المهات المتقالية وذكرنا من ضمنها المشي يكون مثل مهرتنا اليوم بدل الله المشي انتقاننا من مكان إلى مكان آخر تسمى مهارات الانتقالية وأيضا الجري يكون بسرعة أكبر من المشي وأيضا ثالثا الحجل وأيضا الوثب والدفع وأخيرا السحب هذه الأمثلة على المهارات الانتقالية ثانيا المشي ويراعة في حركة المشي أن واحد تكون مقدمة القدمين متجهة إلى الأمام دائما نحرص في المشي الصحيح يكون مقدمة القدمين تتجه إلى الأمام ثانيا يلمس العقب الأرض أولا يليه كامل القدم طبعا هذا العقب يكون هو الجزء الأخير من إيش من القدم يلمس الأرض أولا يلي إيش يليه كامل القدم ثالثا تكون مرجحة الذراعين معاكسة لحركات الرجلين يعني بشكل جدا بسيط شدنا الآن القدم رسار إلى الأمام تكون اليد اليمين إلى الأمام بشكل عكسي مع القدمين أو الرجلين ممتازين أبطال رابعا يكون تجاه النظر للأمام دائما نحرص في المشي الصحيح مثل بقع أمامك والآن يكون نظرنا دائما أن يكون إلى إيش إلى الأمام أبطال ممتازين خامسا يكون طول خطوة مناسب لطول الطالب وأيضا يكون الجسم مستقيما والأكتاف مشدودة للخلف والبطن مسطح أشهدنا الآن أمامكم يكون دائما الجسم مستقيم وأيضا يكون نظرنا دائما إلى الأمام والمشي بخطوات ثابتة طب نبي الآن نطبقه مع بعض بشكل جدا بسيط نبي الجميع الآن يكون جاهز الجميع يكون واقف الآن كما ذكرنا يكون جاهز ومستعد واختار المكان المناسب شكل جانبي الوقوف الصحيح متعلمنا حصل ماضية ووقوف الصحيح ممتازين وبعدا الآن نتعلن المشي الصحي مثل نذكرنا تقدم مثلا رجل عندنا أليميين تكون بعدها ذراع ليصار إلى الأمام بشكل عكسي معيش مع الجزء السفلي من الجسم بشكل جدا بسيط تقوف صحيح مع بعض العاقبي المساء أولا بشكل جدا مستقيم والنظر يكون إلى أمام بدون أيش بدون تصلوا مرة أخرى مع بعض تمرين ابتدي واحد ومتازين اثنين ثلاثة أربعة بشكل جدا بسيط هل تعلمنا طريقة المشي الصحيح طريق ومستقيم والنظر دائما يكون إليش إلى الأمام نتقل عبضة إلى الآن إلى مراجعة بسيطة على درسنا اليوم لنخترجة الصحيحة من المهارات الحركية الأساسية الانتقالية عندنا واحد الاتزان عندنا المشي أي منهما تمثل أحد المهارات الحركية الأساسية الانتقالية ممتازين ابطان مثل مذكرنا المشي يطلب منه مثلا طبقا قبل شوي انتقال الطالبة أو الطالبة من مكان إلى إيش إلى مكان آخر كذا يا أصدقائي سير انتهينا وتعرفنا على درسنا اليوم المشي بطريقة صحيحة بإذن الله الحصة القادمة يتعلم بعض طريقة المشي على خط مستقيم بالطريقة الصحيحة بإذن الله أعطيكم العافية جميعا الحسنة صادق ومستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته